اشتركوا في القناة هاي المشكلة منتشرة ونقدر نحكي نساءا أكثر من رجالا عند السيدات كتير كبير وأهم سبب سوء التغذية ونحن لازم نهتم من هلا نحن تغذية الأطفال نهتم فيها من هما وصغال لحد عمر لحد ما يكبروا لأنه أصلا تكميل العظام ببدا من عمر كتير صغير وفي عنا نقص كتير بعدد كبير من الفيتامينز اللي هدخل بالهشاشر نعم فنحن نجعوب لأسئلة يلا مباشرة لعند سؤال سعيد سعيد خليفة سؤاله صباح الخير دكتورة هل نقص الفيتامين دي لعلاقة بألم العظام مع جزيل الشكر سؤاله كتير مهم نحن نثبت نقص فيتامين دي لدينا بالأردن عالية جدا لعدة أسباب أول شيء عدم تعرضنا للشمس أنه أنت لما تمشي بالسيارة أو تحت الشباك أو ما في تعرض مباشر أو لما نستخدم مواقع الشمس لازم نستخدم الحماية من سرطان الجلد وغيرها من مشاكل البشرة المرتب لا يكفي طبعا الواقي عشان هيك هيكلها من العوامل اللي بتحد من فيتامين دي وإحنا مش كلين سمك بكميات كبيرة وفي كتير أشخاص عندهم مشاكل بالحليب فبتلاقي حتى الحليب المدعم ما عم بيشربوه فعراض نقص فيتامين دي إلها دخل بألم الإعظام هلا من أهم أعراضه أن الواحد بحس بتعب وأرهاق ممكن يصير في عنا ألم أسفل الظهر ممكن يصير في عنا ألم في العضلات وألم في الإعظام وممكن إذا كان نقص حاد إحنا في عنا بعض الحالات منشوفها من السمنة العالية جدا هدول بكون عندهم مستويات فيتامين دي منخفضة جدا فبيصيروا يحسوا أنه حتى إجريهم مش قادرين يحملوهم فهاي واحدة من الأعراض طبعا التعب وألم بالإجريهم في كتير أعراض ولكن واحدة من الأعراض ممكن نقص فيتامين دي وتدخين قداش كمان بيأثر مرات على انتصاص الكالسيوم طيب في عنا سؤال من مريم جبارة مريم سؤالها عن أنا عندي هشاشة عظام سلامتك يا مريم ملتزمة بالدواء بس بتزيد عم بزيد الهشاشة هل يوجد دواء لوقف الهشاشة مع الشكر؟ اوكي إذا عم بتزيد أكيد في عندنا مشكلة كمان بالتغذية هلأ أول إشي إنه نوقف الحشاشة أو نرجعها أكيد إحنا بالتغذية السليمة ولمناخد مكملاتنا من فيتامين دي والكالسيوم منعمل وقايا ومنعمل حماية للعظام إنها ما تزيد إنه نسبة الهشاشة فيها فإذا عم بتزيد فيه إشي أكتير عم تعملها غلط ممكن ما عم تاخد كميات كافية من الكالسيوم إذا كان عندها إحنا عادة النساء فوق الخمسين سنة منفضل ياخدوا مكملات من الكالسيوم على الأقل خمسمائة ملي جرام مع فيتامين دي تتأكد بالفحوصات الدورية وتركد من أكلها يعني تاخد حليب مدعم تاكل سردين لأنه فيه عظم هذا فيه كالسيوم وفيتامين دي سمك تحاول تاخد مرتين بالأسبوع إذا كان فينا أصحاد بالفيتامين دي لازم تاخد في كتير سيدات عندهم مشاشة والطبيب بيكون معطيهم مكملات مثلا معينة منسوا بياخدوها فهاي كلها بأثر الرياضة المشي مثلا بزا تعمل رياضات ما تأدي لوقوعها أو أي مشاكل تانية وتنتبه للحمايات اللي بتعملها لأنه السيدات اللي عندهم هشاشة ما بصير يعملوا حمايات مثلا عالية جدا بالبروتين بالضبط مثلا أو حمايات مثلا زي الكيتو هدول كلهم بزيدوا من مشكلة الهشاشة يعني الكيتو دايت لفترات طويلة ممكن يعرضك للإصابة بالهشاشة هيا لازم ننتبه لها تمام في سؤال من مروان مروان بيسأل لتقوية وزيادة كثافة العظام شو هي كمية الكالسيوم المطلوبة وممكن مصادر نباتية زي السمسم يعني تغنينا عن المصادر الكالسيوم هلا شوفي إذا بنا نعتمد فقط على المصادر النباتية ممكن في احتمال كتير كبير ما نوصل لإحتياجاتنا اللي هي تقريبا للسيدات مثلا ألف ميلي جرام من الكالسيوم هلا في عنا مصادر من الكالسيوم النباتية زي ما حكى السمسم لطحنية البقوليات في الخضارة الورقية لأنه كمان مش بس كالسيوم احنا بنحكي عن كالسيوم وفيتامين ك وماغنيسيوم وفيتامين سي هذول كلهم مهمين لصحة العظام بس عادة إذا النباتي فيك عدة نباتيين إذا النباتيين اللي ما بياخدوا حليب وبيض وأجبان هذول ينصح أنه على الأقل ياخدوا مكملات من كالسيوم وفيتامين دي إذا نباتي ما بيأكل لحم مجاج بس بيأخذ الحليب ومنتجاته هم ممكن يأخذ كل احتياجاته أو احتياجاته من الكالسيوم بس دي ينتبه كمان لنوع النظام الغذاء اللي بيتبعه أوكي تمام في عنا سؤال من مجد محمد السؤال كالتالي هل يوجد طعام صحي بيساعد بشكل ملحوظ على شفاء الهشاشة مثلا نسمع عن شربة الأعظام المسلوقة أو شربة الزغاليل بالضبط هي أصدع الكولاجين هلا عادة إحنا شربة الأعظام فيه عند الكولاجين اللي هو البروتين المهم للأعظام هذول ممكن يساعدوا ولكن هم مش شفاء اللي بنا نعرفه إنه إذا الشخص أو سيد نصابط بالهشاشة إحنا منحاول بالتغذية السليمة نمنع المشاكل المتعلقة بالهشاشة أو إنه نزيد نسبتها بس إذا تعرضت للهشاشة هون بدأت نتبه لأكلها أكتر ما بيصير أضاني أشرب قهوة شاي كتير ما بيصير إنه أنا ما أنتبه لمنتجات الكالسيوم الموجودة ما بيصير أخذ كميات بروتين عالية جدا بدي أنتبه أدخل كمان خضار ورقية بأكلي عشان كمان عنا الماغنيسيوم البينز المكسرات كل هاي فيها مصادر الكالسيوم والمعادن الثانية الضرورية هو موضوع هدم بناء يعني إحنا بعد عمر معين بيصير في عنا الهدم أكتر من البناء بالزبط فلما يصير في عنا هشاشة هل يعتبر مزمن؟ هلأ أو لما يسيطر بتسيطر بتتمنعي زي مثلا الزهايمر زهايمر ما له علاج ولكن إحنا منحاول بالتغزيل السليمي وعادة بالعلاجات إنه يمنعه تطور هذا المرض أو إنه يتطور بسرعة الهشاشة نفس الشي منحاول نحافظ على مستوى إنه ما يتطور عشان ما يصير في عنا كسور ما يصير في عنا مشاكل تانية فبالعكس أصلا الوقاية من هشاشة بتبدأ من عمر هلأ يعني أي سيدة عندها هلأ أطفال وبنات تركز على الحليب تركز على تغزيتهم يعني في الستات مثلا بعد عمر الثلاث سنين أربع سنين بيبطلوا يحتموا للحليب مع إنه احتياجات للبنات بعمر العشر سنين من الكالشيوم أكتر من عمر الثلاث سنين يعني هدول بدهم 1200 ميلي جرام من الكالشيوم هدولاكة مثلا ألف فعنا هون بدهم نظننا إنه البناتنا الصغار يشربوا حليب لهم مش حليب لهم ياخدوا لبن ننتبه لإلها نعمل لهم فحص لفيتامين دي عشان نعمل لهم وقاية لبعدين صح طب في رانال حيك تسأل عن موضوع شائع وهو نقص فيتامين دي شو نعمل حتى نعوض النقص بعيد عن المكمل الغذائي هلا شوفي إذا إحنا فيتامين دي مرات بلفحوصات طبية يكون كثير أقل من 30 نسبته وخاصة إذا عندها سمنة مفرطة السيدة لأنه عادة مع السمنة بتصير نسبة فيتامين دي كثير أقل نعم فإنه بدون مكملات إذا كان الرقم كثير واطي صعب نرفعه بشكل كبير بس حتى لو واطي وعم تأخذ مكملات بنركز على الأغذية العالية بفيتامين دي زي ما قلت لكم هلا أكتر إش السمك سمك في لي قاوتونا نحاولنا ناكل مرتين بالأسبوع حليب الكالشيوم والفيتامين دي هذا نحاول نختاره يعني قصة دي بس من الشمس هلا صار فيها عندنا أشياء مدعمة بفيتامين دي نعم في مدعم في حتى بعض أنواع الفطر وحتى إذا مش قادر تطلع يعني تروح على الشمس بدأ تركز على أكلها وممكن نضطر لأستخدام بين الكالشيوم والدي شو المسؤول أكتر عن الهشاشة هل هي هم متعادلين هلا فيتامين دي وظيفته بيساعد على امتصاص الكالشيوم فإذا عندك نقص بفيتامين دي بيأثر على امتصاص الكالشيوم تمام عنا سؤال من هالا هالا سؤالها عن حبوب الكالشيوم عيار 500 ممكن أنها تعطينا وقاية من مرض الهشاشة هلا هيك إنتي احتياجات السيدة تقريبا ألف ملي جرام باليوم إذا أخذت 500 ملي جرام من المكملات الغذائية بيظل تعود باقي 500 من الأكل فأكيد رح يساعد يعني إنتي لما تاخذ احتياجاتك من الكالشيوم أكيد بتعملي وقاية من الهشاشة إلا إذا كان أصلا نظام غذائي كتير سيئ بل بس لازم تعوضي فيه سؤال إذا دي إلو علاقة نقصه بوجع الإجرين إلو دخل بألم الإجرين إلو دخل حتى بمشاكل تانية على فكرة نفسية الاكتئاب فيتامين دي نقصه ارتبط بعدة أمراض زي السكري مشاكل القلب فنقصه إلو عدة مشاكل تانية تمام يعني فيه السؤال كان بس حبي أحكي على هو إذا شرب الحليب بأثر مثلا أكتر من مرتين بأثر على موضوع السمنة لا ما بأثر طبعا إحنا احتياجاتنا تقريبا من 2 إلى 3 من الحصص الألباني يوميا يوميا إذا تقدر تشرب 2 إلى 3 حليب باليوم ممتع شكرا كتير لك وباياتك ألف عافظة نتنونا لك عطل لتنهية أسبوع شكرا أهلا شكرا شكرا شكرا